وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون من إسطنبول وكذلك الدكتور منظر مخوص المعارضة السوري والبحث في العلاقات الدولية من باريس أهلا بكم ضيفية الكريمين أبدأ معك دكتور برهان في إسطنبول تتحدث تركيا دائما لتبرير هذه التفاهمات وهذه اللقاءات مع النظام في دمشق عن خطر الجماعات الكردية على حدودها الجنوبية وضرورة إبعاد هذا الخطر عن تركيا مع أن هذا الخطر ظل وكان موجودا خلال العقود الماضية ما هي أهداف هذا التقارب الآن وما هي أسبابه؟ الهدف من هذا التقارب من طرف تركيا لم تتغير طبعا تركيا تريد أن تضمن أمن واستقرار المناطق الحدودية لتركيا من أجل أصلا إرجاع عدد من اللاجئين إلى هذه المناطق أولا ثانيا تأمين الأمن للحدود التركية تركيا عندها استعداد تقوم بعملية برية أخرى بعد العمليتين الماضيتين من أجل طبعا إخراج هذه الأناصر من على الحدود التركية ثلاثين كيلو متر في الأراضي السورية إذا سمحت لدكتور برهان هذه المخاطر كانت موجودة في السابق ولم تقرب بين النظامين في أنقرة ودمشق لماذا الآن في هذا التوقيت؟ ما الأسباب؟ أولا طبعا نحن وصلنا إلى نوع من التفاهم بين تركيا وبين النظام ألا لقد نتفق أولا تركيا تريد إبقاء وحدة الأراضي السورية وطبعا هذه التفاهمات ليس بالضرورة أن يتم على كل الأمور ولكن ألا لقد إذا كان هناك انزعاج من طرف النظام على وجود هذه العناصر يمكن أن يكون هناك نوع من التفاهم من أجل هذه الجزئية ولكن على المدى البعيد طبعا تركيا تريد إنهاء مشكلة اللاجئين لذلك أي مبادرة أو أي محولة من أجل حل اللاجئين من خلال التفاهمات خاصة بتوسط روسي قد يكون هناك مغزة ولكن تركيا عندها طبعا خطتها موجودة وتريد أن تحل المشكلة بأي شكل من الأشكال وتقارب أو التفاهمات مع النظام مطروحة ولكن طبعا هناك شروط من طرفين من طرف تركيا طبعا يجب أن يكون هناك حل تسفية سياسية والجروس مع المعارضة السورية وبعد ذلك تركيا يمكن تساهم في حل المشكلة بين النظام وبين المعارضة هل تبدو هذه المبرراتات التركية بخصوص هذا التقارب مفهومة ولها ما يبررها نعم هذا الموضوع مطروح منذ فترة لا بأس بها خاصة ما يتعلق بالتطبيع بين النظام السوري والدولة التركية لقد كانت تهتم إبراز عاملين أساسيين في هذه المسألة كعاملين الأكثر أهمية وهي قضية الأمن القومي التركي من ناحية وقضية اللاجئين من ناحية أخرى خاصة كان مطروح قضية الانتخابات المقبلة في تركيا أنا برأي هذه العوامل بعضها على الأقل مبالغ فيه لسبب على أن آخر الاستطلاعات في تركيا تدل على أن الرئيس أردوغيني تفوق على جميع الكتل الأخرى وحتى من ناحية الحسابية عدد الأصوات التي يبدو أنه قد يحصل عليها قد تتجاوز أو تصل على الأقل إلى مجموع ما يمكن أن يحصل عليه كل أطراف الممثلين للمعارضات التركية لكن العملية ليست مجرد عملية ميكانيكية حسابية هناك عوامل أخرى تدخل في هذا المطار لكن في كل الأحوال يبدو من الواضح على أن فرص الرئيس أردوغيني في عادة الانتخاب قوية ولا بأس بها ولا تشكل نفس الضغط الذي كان يعتقد منذ فترة قريبة هذا من جانب جانب الآخر والذي هو مهم جدا للدولة التركية والذي تستعمله المعارضة التركية ضد الرئيس أردوغين وحزب العدالة والتنمية هو قضية اللاجئين الدولة التركية وأردوغين تحديدا يتكلمون بزمدة طويلة على أن لديهم محاولات ومشاريع لإعادة قسم مهم من المهاجرين إلى داخل سوريا الكلام يدور بشكل خاص عن المهاجرين الموجودين في المخيمات والذين لا يقدمون إلى الاقتصاد التركي سوى كونهم قتلة استهلاكية تساهم في إنعاج الاقتصاد في تركيا وغير تركيا هذا البضع قائم هنا أيضا في أوروبا لكن على الصعيد الآخر هناك كوادر من المهاجرين وهم بمئات الآلاف عبر عن كوادر حقيقية مهندسين وإطباء ومعلمين ومحامين ومستثمرين بشكل خاص هناك بضعة ملايير من الاستثمارات للرجال أعمال سوريا في تركيا هذا هو قيمة مضاف حقيقي لإقصاد تركيا بالإضافة إلى هذه الكوادر التي تبقى مهمة للدولة التركية والتي على ما أعتقد ستبقى سواء برغبتها الذاتية وبمصلحة الاقتصاد التركي أيضا بنفس الوقت هذا العامل أيضا إذن هناك مسألة ولكن ليست مسألة حقيقية لأن تركيا تستطيع أن تعيد إلى سوريا كتلة كبيرة من الذين يقيمون في المخيمات على الرغم على أن هذا القسم وكل المهاجرين يتم تميله إلى حد كبير من قبل الالتحاد الأوروبي وفي هذا المأسيا إذا تهدت الجولة التركية ترغب في مكاسب نعم سأعود إليك دكتور منذر دكتور برهان في إسطنبول يعني في النهاية ما حدود هذه التفاهمات وهذه الحوارات مع النظام السوري يعني هل في النهاية ستؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات بين أنقرة ودمشق أم أنها فقط محدودة ومتعلقة بالوضع الأمني على الشريط الحدود بين سوريا وتركيا يعني أولا إذا نظرنا إلى الخطوات التي اتغذت حكومة أردوغان منذ سنة بالتطبيع أو يعني إعادة العلاقات مع السعودية مع الإمارات وحل أزمة قطر وكذلك الآن يعني ممادرات مع مصر هذا كلها طبعا يعني إشارات إيجابية لحل المشاكل أو إزالة سوء التفاهم بين تركيا وبين هذه الدول طبعا سوريا تعتبر يعني أكبر قضية فيها صعوبة لسبب طبعا حرب الداخلية في سوريا ولسبب اللاجئين وطبعا يعني تصرفات النظام في سوريا ولكن كلنا نعرف أن سوريا أصبت دولة يعني منهارة وطبعا لا يمكن أن يدار بهذا الشكل وهناك يعني كثير من المشاكل وأكيد يعني أي أنصر في العالم في العالم العربي أو في تركيا وحتى في أوروبا يريدون حل هذه المشكلة لذلك هذه الخطوة من أردوغان أعتقد يعني يفهم بشكل إيجابي على الأقل مبادرة طبعا نحن نتذكر مبادرات جينيف ومبادرة أسطنة كلها كانت أصلا ترمي إلى حل مشكلة في سوريا ولكن لم تنجح كثيرا الآن هذه المبادرة بين دولتين بشكل مباشر وطبعا هناك مصلحة للشعبين التركي والسوري لحل هذه المشكلة وطبعا هذه أكيد يعني ستأخذ وقت ستأخذ يعني كثير من التمر كثير من الأزمات ولكن في نهاية المطاف يعني ضروري أن نحل هذه المشكلة حتى تركيا طبعا تستقر وكذا سوريا ترجع إلى تبيعتها يعني هذا الأمر لا أحد يتحملها طيب ابقى معي دكتور برهان لذلك أعتقد هذه يعني على الأقل من نهاية المبدأ إيجابي يعني هل لمسألة التوقيت دلالة ما يعني هذا التحرك وهذه الحوارات تأتي على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا تأتي أيضا في ظل اقتراب الموعد الانتخابي في تركيا هل لهذه الأمور في هذا التوقيت لها دلالة على تسريع وطيرة هذا التطبيع أو هذه العلاقة بين أنقرة ودمشق لا أعتقد على أن هذا الموضوع مهم كثير بالنسبة للجانب التركي على الرغم من أن النظام التركي وأردوغان تحديدا يعني تركيا تتوسط الآن بين روسيا وأوكرانيا في عدد من الملفات نعم هذا ما أريد أن أصل إليه على أن الدور التركي الآن مهم بالنسبة لروسيا وبالنسبة للغرب أيضا لأن الدور التركي هو الأكثر قدرة في هذه الظروف ولاحقا على لعب دور من هذا النوع على الرغم من أن الغرب يأخذ على تركيا على أنها تقدم تسهيلات لروسيا ولكن مع ذلك في محصلة الحساب لتركيا دور مهم في هذه القضية لكن دعني أتكلم عن نقطتين مهمتين كنت أريد أن أذهب إليهما وهو على أن موضوع اللاجئين يمكن أن يقوم سيد أردوغان وتركيا بشكل عام نعم بشكل عام إعادة كتلة كبيرة من المهاجرين الذين ليست لهم أهمية بالنسبة لأقصاد تركي كونهم كوادر أو غيرها هم مجرد كتلة استهلاكية هذا من جانب الجانب ويمكن تمويل هذه العملية بالمناسبة من قسم من المساعدات الأوروبية ببناء تجمعات سكانية في الشمال السوري هذه التجمعات وهي أيضا مفيدة للأقصاد التركي لأنه ستقوم بها شركات تركية وهي ذات خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات وبناء المساكلة نعم وصلت فكرة دكتور مندر يعني أعتذر منك لضيقة الوقت تبقى سأختم معه سمح لي فقط دقيقة واحدة سمح لي دقيقة واحدة الموضوع المهم سحب القوات لأن النظام السوري بالمقابل لن يقبل بأقل من سحب القوات التركية من سوريا هذا موضوع مهم جدا ولا النظام السوري ولا أي نظام آخر يمكن أن يتسهل بهذا الموضوع لأنها قضية السيادة وقضية وحدة الأراضي السورية هل يملك السيد أردوغان أو غيره الشجاعة الكافية لسحب كل القوات التركية إذا افترضنا جدلا نعم لكن هناك مئات الآلاف من المقاتلين والفصائل السورية الموجودين في تركيا ماذا سيكون مصير هذه الفصائل ولكن هناك بعض الضغوط التي يمكن الإشارة إليها في نصف دقيقة لو سمحت دكتور برهان من إسطنبول كان ينبغي أيضا أن يلتقي وزيراء خارجية سوريا وتركيا في إطار هذه التفاهمات ما الذي أعاق ذلك؟ هل هو تدخل إيران أم شيء آخر؟ أولا هذا النوع من الخطوة مهمة جدا وأكيد لا بد أن يكون هناك تفاهمات مبدئية قبل أن يلتقي الوزيراء صحيح هذا سيفتح الطريق إلى لقاء الرئيسين فلذلك هناك الآن مازال مبادرة مناقشات ومساومات لنقول لحل بعض المشاكل الجزئية ولذلك أتتأخر ولكن أتت خلال شهر شباط سيكون هذا النقاة سيتم أغلو أستاذ العلاقات الدولية في جماعة القلدون من إسطنبول وكذلك دكتور منذر مخوص المعارضة السورية والباحث في العلاقات الدولية من باريس شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر